بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم شكرا لكم ان شاء الله الكل بخير وجعنا لكم بحلقة جديدة عن بوب جي موبايل اليوم اصدقي راح اشرح لكم الاحداث اللي نزلت اليوم من ضمنها حدث تقدرون تشحنون الرويال باس بستين شدة فقط وايضا الطريق الى المجدد هذا الحدث اللي هنحصل من عنده جوائز مجانية فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب اتمنى من احتكم تقللوا لايك للمقطع وما يشتركوا بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات فما اطول عليكم بالمقدمة خلوكم مع المقطع اوكي اصدقائي طبعا بداية هنا راح الروح على الفعاليات وبعدها هنا راح الروح على ثاني خيار اللي هو هذا مثل ما تشفوه وبعدها اني نزلتها عندنا هو الحدث الجديد اللي نزلوا يعني هو اليوم اسمه الطريق الى المجد تمام مثل ما تشوفون هذا هو الحدث ظاهر امامنا اللي هو بتعاون اه المنتخب الارجنتيني او ليوني الميسي مع بوب جي موباير راح نضغط على انطلق وشوف شون راح يظهر يظهرن بهذا الحدث مثل ما تشوفون يا اصدقائي هنا ظهرن بهذا الحدث انه هذه المهمات اليومية نسويها اللي من خلالها راح نحصل على هذا الكأس وايضا راح نحصل على عملة اللي هي العملة الذهبية طبعا نشوف هنا شون راح نحصل من هذا الحدث راح نحصل من هذا الحدث مثل ما تشوفون يا اصدقائي نحصل على اطار الصورة المجانية الاطار الخاص بالمنتخب الارجنتيني اللي بلعب قبل شوية من المنتخب السعودي وايضا راح نحصل هنا اسكن اللي هو اسكن ليوني الميسي او سكن منتخب الارجنتين. مثل ما تشوفونا الزقايا هذا هو السكن الخاص منتخب الارجنتيني او او لعب ليوني الميزي. طبعا من هذا الحدث راح مع الاسف انه راح تقدر تحصلها بالصورة الموقتة. بينما راح نحصل احنا فقط لهذا الاطار بالصورة دائمية مجانا. وايضا نحصل على هذا الطعام الرفيق. وايضا راح نحصل اللي هو قسيمة الصندوق الامداد. من خلال عندنا مهمات بسيطة يومية سويها اللي هي سجل دخول الى اللعبة. اقتل عدوين. امنه عجابات لزملاء في الفريق بعد يعني من خاص القيم. وهنا نقول لك تحرك لمسافة الفين متر. تمام? طبعا عندنا هذا الحدث هو بسيط جدا نسوي هذه المهمات وعدنا هذا الخط يمشي مثل ما تشوفون اللي هو هنانا. عندنا واحد واثنين ثلاثة اربعة الى سبعة مثل ما تشوفون. هنا بواحد واثنين ما راح نحصل شي نحصل بالرقم ثلاثة ورقم خمسة ورقم ستة ورقم سبعة. طبعا هنا عدنا كأس واحد وتقدر مننا اه تجيب هذي الكوس انه نسوي هذي المهمات المجانية تمام او المهمات اليومية. طبعا هذا هو الحدث الاول. طبعا عندنا هذا الحدث اللي شرحته لكم بمقطع سابق اللي من خلاله تجمعون هذه العملة اي عملة الكرة الذهبية وترحون هنا على المسجر الاسترداد وهنان ترحون تشترون اسكنات او تشترون هنا الرقصات. مثل ما تشافون يا اصدقائي تقدرون تشترون Bailey انه تكترون رقصات. طبعا بعض الناس كتبوا لي انه هذه الرقصات انا قلت لكم انصحكم تشتروا رقصات. البعض كتاب لي نقدر نحصلها بالمهمات اللي يقصد هي من المهمات اليومية. مثل ما تشافون يا اصدقائي هو قزز من هنا البس الراقصات موجودة بالشكل اليس بالشكل الدائم. مثل ما تشافون هنا عدة موقعت. هناك رقص ايضا موقعت. اذا فقط موقع تقدر تشتري دائمي عن طريق المتجر. طبعا العملات قلت لكم ان نجيبها بالمقطع السابق. بس هنا انه انه دائما تدخلها بنفس يعني كل يوم تدخل تسوي اه تصويت او تتوقع النتيجة. كل ما تتوقع النتيجة صح. كل ما راح ينطيق جوائز او ينطيق هذه العملة اللي احنا نحتاجها. مثل ما تشوفون هنا كان عندي توقع صح اللي هو امريكا انتهت بالتعادل اثنين وثلاثين نقطة. وهنا عدنا هولندا والسنغال. ايضا نتوقع صاح نطاني النقاط او نطاني هذه العملة سبعة. بس الاكوادور وتوقع غير صحيح. احتيت نتوقع قطر بس مع الاسف. ان شاء الله بالمباريات القادمة. ومثل ما تشوفون كل يوم تدخلون هنا هنا حتى تجمعون النقاط. تمام? وتشترون بها اسكنات او رقصات مثل ما انتم تردون. عدنا الحدث الاخير اللي هو خاص بالاسبوع الالكتروني. مثل ما تشوفون يا اصدقائي اللي هو سايبر ويك مثل ما تشوفون. طبعا عدنا هذا الاسبوع الالكتروني نزلت لكم عننا مقطع باحداث يوم عدنا نزل حدث او نفتع عدنا حدث اللي هو هذا حدث هذا كل حساب انت وحظك شنو راح يطلع لك. مثلا انا اذا تجي تضغطي هنا انا يظهر ان انا يظهر لي اسكن هنا تمام اللي هو عرش الامير هذا اسكن اول مرة يشوفهم هنا الطاوة. طبعا علي تخفيض. كل هذا عليها تخفيضات طبعا. هنا شو عدنا? عدنا بعض الحسابات يطلع لهم بعض الحسابات يطلع لهم اللي هو السيزن اسبوع عشر بستين شدة فقط. يعني تتوقع وتتخيل شنو? يطلع لك ستين شدة فقط. مثل ما تشوفون هذه الصورة قدامكم لبعض الحسابات. اه رسلوها ليه. مثل ما تشوفون هنا هذا الحساب اللي هو بي ستين شدة. مثل ما تشوفون كاتبين ستاعة عفو سبوع عشر بستين شدة. اذا تضغط معلومات اكثر مثل ما تشوفون هذه الدقائي. اه منتضغط معلومات اكثر راح يحاولنا عن ويقول لك نقدر نشتريه بستين شدة فقط. وايضا ناخذ ميتين نقطة آربي اه وياها كهدية. تمام? فهنانا يطلع لهم اه بستين شدة. وايضا اكو حسابات يظهر لهم قطعة مثل ما تشوفون بالصورة. اه يطلع لهم متيريال. كتبولي بالتعليقات من اللي يطلع على متيريال ومن يطلع اه انا بالنسبة لي طلعت لهذه السكنات اللي موجودة قدامكم. وحسابي الثاني طلعت لي ايضا السكنات ما طلع لي ولا طلع لي متيريال. فاي واحد طلع لي او طلع لي متيريال اللي يكتب لي بالتعليقات للتوضيح اكثر. انا حفظ بيض طلع لي بس هذا السكن اشوف ه شوي يمكن نادر. بس ما طلع لي ولا طلع لي اللي هو فمثل ما قلت لكم اللي طلع له او متيريال اللي يكتب بالتعليقات. حتى نتأكد من هذه الصورة ان هي تكون بالشكل الصحيح. انا متأكد من يومها الصورة هذي بشكل صحيح تماما ومية بالمية. طبعا مثل ما تشوفون يا الزقايا هذي هي الاحداث اللي نزلت اليوم حاولت اغطي لكم شو كوشي نزل اليوم. فاذا كانت لكم اي سؤال او اي سفسار كتبوليها بالتعليقات او تراسلوا لي عن قناة التليجرام الموجود رابطهم بالوصف. وبس اشوفكم الخيارة.